بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر بن الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة لا يزال الكلام حول وصية الإمام الكاظم سلام الله عليه لهشام بن الحكم فقال له يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين هذه أمور ثلاثة كل إنسان يحتاج إليها أولا يحتاج الغنى وثانيا يحتاج راحة القلب وثالثا يحتاج السلامة في الدين فما هو العمل الإمام الكاظم عليه السلام بيّن له قال له فليتضرع إلى الله في مسألته بأن يكمل عقله إذا كمل العقل هذه الأمور الثلاثة سوف تتحصل فمن عقله قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا الإنسان العاقل الذي أتم الله سبحانه وتعالى له العاقل يكون هذا إنسانا مكتفيا بما رزق بما أعطيه في هذه الدنيا فإذا كان مختنعا وراضيا بهذا الأمور أصبح غنيا وتحصلت له هذه الأمور الثلاثة ولكنه إذا لم يكتفي ولم يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان لم يدرك الغنى أبدا ولا يدرك الغنى أبدا حتى وإن كان يملك الأموال يملك الأراضي يملك العقارات ويملك الذهب ويملك الفضة ولكنه لا يمتلك القناعة هذا إنسان فقير دائما يحتاج تجده بأنه محتاج دائما يلهث وراء المال يلهث وراء الدنيا يا هشام إن الله عز وجل حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الإمام الكاظم عليه السلام بيّن أنه لماذا هؤلاء القوم الصالحين دعوا من الله سبحانه وتعالى بأن لا يزي قلوبهم أن لا يجعل قلوبهم ترتد عن الهداية ترتد عن الإيمان قال حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها الزيغ هو الإنحراف هو الميل فعندما علموا بأن القلب متقلب في هواه طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يعصم قلوبهم من الزيغ أن يعصم قلوبهم من الضلالة إنه لم يخف الله إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله كل شخص لا يعقل عن الله سبحانه وتعالى تعاليمه وفرائضه هذا إنسان لا يخاف الله سبحانه وتعالى وإلا إن كان يخاف من الله لكان ملتزما بأحكامه ملتزما بما أوجبه ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها أو يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه كل إنسان لا يعقل عن الله سبحانه وتعالى لا يكون هناك معرفة ثابتة في قلبه لذلك تجده بأنه إذا تعرض هذا الإنسان إلى شبهات إلى بعض المواقف التي تزلزل عقيدته تجده بأنه ينحرف العياذ بالله لماذا؟ هذا لأنه لم يعقد قلبه على البصيرة الحقيقية على البصيرة الثابتة بسبب أنه لم يعقل عن الله سبحانه وتعالى ما أنزله فإذا لاحظوا سادة المشاهدين الكرام أهمية العقل وأهمية استخدام العقل بأنها ترتبط بالثبات على الدين الإنسان العاقل تكون بصيرته ثابتة وبالتالي يكون ثابتاً على الصراط ولا يكون أحد كذلك إنّا من كان قوله لفعله مصدقاً هذا الإنسان الذي يجب والذي يفترض به أن يكون على بصيرة ثابتة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول لا يكون الإنسان على بصيرة ثابتة ولا يكون يعقل عن الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان قوله لفعله مصدقاً يعني إذا كان الإنسان قوله الذي ينطق به لسانه يكون موافقاً لعمله هذا الإنسان يكون على بصيرة ثابتة ولكن الإنسان الذي يكون ويتكلم بلسانه ويقر بلسانه شيئاً ولكنه عند التطبيق لا يلتزم لا يلتزم بتعالم الله سبحانه وتعالى هو إنسان مؤمن ولكنه لا يلتزم بتعالم الله سبحانه وتعالى هو إنسان يدعي أنه متبع لأهل البيت ولكنه في الواقع لا يتبع خطاهم ولا يتبع أرشاداتهم ولا يأتمر بأوامرهم هذا الإنسان يكون على غير بصيرة ثابتة وسره لعلانيته موافقاً إذا كان سر الإنسان باطن الإنسان لعلانيته موافقاً هذا الإنسان كان على بصيرة ثابتة ولكن إذا كان يظهر أمام الناس شيئاً ويبطن في باطنه شيئاً آخر يكون على غير بصيرة لأن الله لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه هذا الإنسان الذي يكون باطنه حسناً يظهر هذا الأمر على جوارحه يظهر على لسانه يظهر على أفعاله يا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل العابد العاقل أفضل من العابد الجاهل الذي لا يستخدم عقله فإذا لا يوجد شيء يعبد به الله سبحانه وتعالى أفضل من العقل بأن تعبده بعقل تعبده بإدراك تعبده بيقين هذا يكون أفضل أنواع العبادة وما تم عقل مرئ حتى يكون فيه خصال شتى لا يكون عقل الإنسان كاملاً تاماً إلا إذا توفرت فيه هذه الخصال فهذه الخصال يجب أن تعرض على كل واحد منا هو بنفسه يحكم على نفسه يجد بأنه هل يمتلك هذه الخصال فهو عاقل وإن كان لا يمتلك هذه الخصال يجب عليه أن يسعى على أن يمتلك هذه الخصال يقول الكفر والشر منه مأمونان الكفر والشر منه مأمونان الناس يأمنون منه يأمنون من شره يأمنون من كفره الكفر تارة يكون في العقيدة وتارة يكون في العمل في العمل أي أنه لا يشكر النعمة لا يؤدي حق النعمة هذا أيضا من أنواع الكفر العملية والرشد والخير منه مأمولان الاستقامة والهداية وفعل الخير الناس تتأمل به مأمول منه متوقع منه وفضل ماله مبذول إذا كان يكفيه لنفرض عشر دراهم وهو يمتلك عشرين دراهم هذه العشرة هو ينتفع بها والعشرة الأخرى يصرفها في سبيل الله ينفقها في سبيل الله يبذلها على المحتاجين هذا دليل على تمام العقل وفضل قوله مكفوف لا يتحدث بالأمور التي لا تعنيه الأمور الزائدة الأمور التي ليست فيها فائدة يكف عن هذا الكلام يكفه ويترفع عن هذا الكلام نصيبه من الدنيا القوت يأخذ من الدنيا بمقدار قوته بمقدار قوت عياله أهله ولا يشبع من العلم دهره تجده دائماً وإن كان أعلم العلماء أعلم العلماء إلا أنه دائماً في حالة بحث في حالة دراسة في حالة تأليف في حالة كتابة هذا كله دليل على تمام العقل لا يكتفي بحد معين الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره إذا دار الأمر بين أن يكون ذليلاً في هذه الدنيا ولكنه محقق لمرضاة الله سبحانه وتعالى يفضل هذا الذل على أن يعيش بعز مع أناس لا يعبدون الله أو لا يلتزمون بأوامر الله سبحانه وتعالى والتواضع أحب إليه من الشرف إذا خيروه بين أن يتواضع بين الناس أو أن يكون دائماً متكبراً عليهم لا يختار التواضع لذلك الإنسان المتكبر دليل على نقص عقله ليس دليل على أحقيته أو دليل على أفضليته لا بالعكس دليل على خفة عقله يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه الإنسان الذي يقدم له أمر معين معروف معين يستكثر ويعظم هذا المعروف بعكس إذا كان هو يقدم شيئاً للآخرين مهما كان عظيماً مهما كان كبيراً يجده بأنه صغير وقليل ولا يساوي شيئاً ويرى الناس كلهم خيراً منه وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر يجد بأن جميع الناس هم أفضل منه أفضل منه بالعبادة أفضل منه بالتقوى أفضل منه بالعلم أفضل منه في الأخلاق الحسنة وهو يجد نفسه بأنه أقل من الغير حتى يكون دائماً في حالة ازدياد دائماً في حالة نيل لهذه المراتب وهذه الدرجات في الدنيا وفي الآخرة جعلنا الله وإياكم من أهل العقل والفهم في الدنيا ومن الفائزين بالشفاعة موسى بن جعفر عليه السلام في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة